من أحكام الأسواق أيضاً السمسرة ودي كثير من الناس بيسألوا عنها حلال ولا حرار الشيخ الألباني سؤل نفس السؤال ده والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فقيل لشيخ الألباني رحمه الله هل هناك حديث بلعن السمسار يلعن السمسار قال ما أعلم حديث بهذا ولكن لو جاء الإمام مالك فاسألوا عنه قال من الذي قال إن السمسرة حرام قال ننظر في طريقة شنو السمسرة ذات بعد ذلك الحلال فيها حلال والحرام فيها حرام يعني هو ما بيحرم شنو السمسرة لكن فيها تفصيل وكذلك الشيخ العثيمين ويقسم السمسرة إلى ثلاثة أنواع في البيعة ما ده البايع وده المشتري وفي النص شنو سمساره مرات بيجيب بالجنبة ده السمسار ده على ثلاثة أحوال في البيعة الحال الأول إنه يكون مشهور أو دمينة يعني إنه سمسار فله أجر المثل له أجر شنو جماعة المثل إذا مثلا السمسار بعوطة بيدوكم معروف السوق مثلا عمولتكم خمسة عشر المهم وقدر كيف وسعيرة كيف إنه السوق متعارفين على أشياء فيدو أجر شنو المثل حتى لو ما قال أنا دائر قدر كده يدو أجر المثل الحالة الثانية إنه يكون متكلم من الأول يشترط يقول أنا لو يا صاحب القضعة أو صاحب العربية أو صاحب البضاعة أو السكر أو الدقيق أنا لو بيعتليك الشغل ده تديني تنين مليون موافق موافق ده طبعا لا شك في جوازه والأول لا شك في جوازه التالت إنه ما يكون معروف إنه سمسار لكن دائر توسط بين اثنين ودائر لحاجة لكن ما اشترط وما معروف إنه شنو لا اشترط ولا معروف إنه سمسار الشيخ العسيمين قال هذا الورع له لا يأخذ شيئا ليه؟ لأنه لو أخذ شيء من داء أو من داء هما ما عارف إنه ده سمسار وادعموا جابوا معاهم بعده واتقالوا ساعدوا 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 ذاك الله خير يا أخونا ذاك بهم منتظر قاعد فداء ما عارف إنه دار يأخذ داء إذا أدو بعد ذاك أو أصر بعد ذاك ومش صرت من الأول هما معروف إنه سمسار أصلا فداء قالوا ربما يدخل في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ما لمرئ مسلم إلا بطيب نفس منه فشكذا قالوا ذا الورع إنه ما يأخذ إلا إذا شنجمع إلا إذا أدو إذا أدو يقال له حلال يشيل بلا حرج طيب في السمسر نفسها مسألة فقية ذكرها العلماء مسألة العربون مرات السمسار ودي ما متعلق بالسمسار ذاته كثير لكن مرات في البيع ذاته بيكون فيه عربون مش إذا؟ بيجي شاهله السمسار بالغالي بيقوم يديه يديه لمنهم؟ للبايع وعندنا الآن عرفي بالسوق إنه إذا البيع تمت بيجي المشتري يتم فوق سعر العربون إذا البيع بمية وعشرة سعر السلعة دي والعربون كان عشرة إذا البيع تمت بيجي المشتري بيدفع مية طوالي لأنه وصلنا العشرة دفعت خلاص بيحسنولها مية وعشرة في العقل صح؟ إذا ما تمت بيقوم العشرة دي ما لا؟ بيشيلوها ما بترجع بيشيلوها صح؟ الشيخ العسيمين قال اختلفوا العلماء على قولين في المسألة دي قالوا الراجح الراجح إنه لو شالوها وكان دا الاتفاق ما في مشكلة لأنه يدخل في جملة العقود أو فوب العقود ما في حرج ما في مشكلة أيها لمسألة بسمسارة مهمة أحيانا السمسار ما عنده السلعة لكن عارف سعر السوق بكم يقوم يجي زولي يقل سمسارة قاعد في الترابيسة نظيفة وكده يقول له اسمع دائر ليه مثلا عشرة طن أسمنتي وليه موجود ومعن لكنه عارف السعر بكم لأنه يومي قاعد تسوق وزول سوق يقول له مثلا السعر بكده الف ومتين مثلا يقوم يقبض منه القروش عدة كانوا عنده في المخزن قاعدة يمشي إلى جاره يهدوه بيشتري منه بألف ومية ويخد شنو أو بألف وخدت المتين في كل طن في جيم هل دي حلال أم لا حرام 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 أفت فيه علمان ومن قبلهم أفت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البخار حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله إن أحدهم يأتيني يريد السلعة وليست عندي فأبيعها له ثم أذهب فأشتريها مش هو نفس الموضوع هذا لص الحديث بل مناصل فأشتريها له فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا حكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك وده اللي بيقع فيها الليلة كتير بل أكتر السماسرة إنه الواحد بيتورط ويبيع ما ليس ما ليس عندهم ما بيجوز حرام انت ما عندك مش ما عندك بس حديث عبد الله بن مسعود في البخاري وحديث أخرى بنفس الحكم أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ولو ملك السلعة حتى ينقلها إلى مخزنه إلى مكان حديث عبد الله بن مسعود قال كان الناس يبتعون البضاعة في يبتعون البضاعة يبتعون يعني يشترون يعني البضاعة من التجار فيبيعونها في محلها فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا أن ينقلوها إلى رحالهم يعني أماكنهم فما بيجوز تبيع حتى لو اشتريتها ذات إلا تنقل لي محلك حتى نبعداك شنو حتى نبعداك تبيعة إلا الأشياء الما بتتنقل زي البيت لوما البيت يا الواطش تريت حتى نقول لي توديها بين فدي ما قاعدة دي تبيع لكن اشتريت منزول سكر اشتريت منزول دقيق اشتريت منزول جداد خلاص تنقلو محلك بعداك شنو بعداك تبيعه ده الحكم الشرعي كده يعني في ناس سلام بيبيع ورق ساكن اشتري من دايز يمشي يبيع على الليز اشتري وما تلقى فهذه أصلا من الول ويجي يبيع على الليز اليداك ويبيع على الليز اليداك بعداك يجي يتقبضه كله عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما نحرم هذه الأشياء جماعة لمصلحتك انت لمصلحتك انت من الصور الموجودة الآن الربا الحاصل ذكر شيخو بكر منه أجزاء يبيعوا القروش بقروش بالزيادة ويجي يقول لي اكتب ليك شيء بيمية دخلوا في حسابك لكن الديني ثمانين كاش أو تسعين كاش ذا كله من الربا والربا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار واحد من الربا أشد من أن يزني الرجل ستا وسلاسين زنيا وقال الربا اتنين وسبعين في رواية تلاتة وسبعين باب نوع أعلاها أدناها قال قال لا نوع من الاتلاتة وسبعين من الربا قال لا نوع جريمته زي شنو مثل أن يزني الرجل بأمه علانية في قارعة الطريقة القارعة هنا صلت طريقة القارعة ما بالطرف يزني بأم وفي نص الطريق وأمام الناس ده أجل نوع من الربا زي ده يبقى أعلى كيف